لكن أيضاً النهاردة في ظل الكلام اللي احنا بنتكلمه أصدرت وزارة الشباب والرياضة أيضاً بيان الحقيقة تكلمت فيه من وجهة نظر اللجنة القانونية في وزارة الشباب والرياضة تكلمت فيه عن أنه كلام كتير جداً الحقيقة ولكن هي اللجنة القانونية في وزارة الشباب والرياضة ما تعرفش أن فيه رئيس لنادي كبير في مصر رئيس لنادي كبير في مصر صدر ضده حكم بالعزل أو صدر ضده وزارة الرياضة قالت أنه هو يتم عزله وأنه هو موجود وبياخد قرارات هي اللجنة القانونية واخد بالها من هذا الأمر ولا مش واخد بالها لجنة القانونية في وزارة الشباب والرياضة واخد بالها من هذه الأمور ولا مش واخد بالها هي اللجنة القانونية في وزارة الشباب والرياضة لماذا دائما يتم الكلب ميكيالين الفترة اللي فاتت الموضوع واضح رئيس نادي دخل أو كانت عليه عقوبة معينة فضلنا رايحين جايين آه حيرجع تاني آه مش حيرجع تاني ولم تتدخل اللجنة القانونية ولا من قريب ولا من بعيد لكن دلوقتي اللجنة القانونية بتتدخل فوزارة الشباب ورياضة ماشي يا سيدي طبعا اللجنة القانونية على دماغنا من فوق مفيش مشكلة ولكن هل هناك كيل بميكيالين لماذا دائما عندما يتكلم النادي الأهلي من وجهة نظره بالمناسبة والقضاء موجود وحنطلع نشوف مين قد يكون النادي الأهلي أنا متأكد طبعا النادي الأهلي صح ولكن قد يكون هناك أمور مختلفة حنشوفها خلال الفترة اللي جاية موضوع في القضاء لماذا لم تنتظر اللجنة القانونية اتخاذ القاضي الجليل يوم 14-5 قراره في اللجنة أو في القضية اللي عاملها النادي الأهلي وبعد كده تاخد قرارها زي ما حصل من شهر ونص أو من شهر غريبة جدا 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 موضوع بالنسبة لي علامة استفهام قد كده كبيرة جدا حضرتك قبل كده قلت في قرار عزل رئيس نادي هنستنى لغاية لما نشوف القضاء حيقول إيه ليه ما قلتش الكلام ده في هذا الأمر عموما أديكم بتشوفوا واحدة واحدة إيه اللي بيحصل ومين اللي بيأكل بمكيالين ضد النادي الأهلي بالمناسبة لأن كل اللي ما بيشجعوش النادي الأهلي خلال النهاردة وامبارح وأول امبارح طالعين يقولوا آه كلنا ضد النادي ده وكلنا لا لا أفاد ما بيحصلش الكلام ده غير صحيح النادي الأهلي هو النادي الوحيد اللي بيحافظ على قيمه ومبدءه وأخلاقه ولو كهرباء واللميد كهرباء غلطان عمره ما حيوقف معاه بلاش النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي لو كهرباء واللميد كهرباء غلطان عمره ما جمهور النادي الأهلي حيوقف معاه ولكن لأن احنا عارفين يعني تخيل حضرتك ان انت ممكن يكون عندك فيديوهين وانا مقدم ان الفيديو ده غلط والتاني مقدم ان الفيديو ده غلط حضرتك تروح تشوف فيديو واحد وما تشوفش الفيديو التاني ليه هي دي العدلة هو ده العدل انا ليه حدافع عن نفسي لاخر لحظة كالكهرباء يعني مستكترين ليه ان اللعيب يدافع عن نفسه كلكم عملين تخبطوا فيه مين وشمال حنفضل وقفين كجمهور انا بتكلم ايها كجمهور حنفضل وقفين لان احنا كلنا مقتنعين ببراءة هذا الرجل او بهذا اللعب الا لو القضاء قال حاجة تانية لو القضاء قال حاجة تانية على دماغنا من فوق كلنا لكن محدش يعملي راعي للحقوق وهو ساكت بقاله سنتين على كل التجاوزات اللي كلنا عارفينها ومصر كلها شايفاها ومصر كلها شاهد عليه بحدش يعملي دلوقتي راعي للحقوق احنا ما بنتكلمش ولا بنرد ولا بنجيب سنة حد غير لما بيحصل حاجة ضد النادي الاهل وبرد برضو بمبادئنا وبأخلقنا وعمرنا ما حنغلط في حد ولا حنغلط في حد لكن اللي بيحصل واضح جدا ان هناك حملة ممنهجة على ما يحدث ضد النادي الاهلي بسبب تفوق النادي الاهلي في كل شيء كله بيحب يزايد والاقنعة بتتساقط قناع ورا قناع ورا قناع قناع ورا قناع ودينا بنشوفه بنتفرج جمهور الاهلي لا ينسى جمهور الاهلي لا ينسى عمرنا ما حننسى مين اللي وقف مع النادي في وقت الحق على الرغم من كده كل ده انا اطلع اتكلم فيه مع حضراتكم ومبتاعه والواحد متنرفس شوية من هذا الامر ولكن تمام كل ده الواحد زعلان ومتدايق وكل حاجة ولكن صدقوني فريق الكرة بعيد تماما 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 عن كل اللي احنا بنتكلمه ده والله فريق الكرة لا يفكر الا في الفوز على بيرامدز فيه مباراتهم الجمعة القادم مباراة صعبة هنتكلم عنه فالحقيقة اخيرا يعني بما ان فيه دعوة قضائية مرفوعة من النادي الاهلي انا مش هعلق على بيان وزارة الشباب المفروض الوزارة هتقدم المستندات اللي عندها للمحكمة وبالتالي احنا في انتظار قرار قضائي بخصوص صحة تشكيل لجنة الانضباط في النهاية انا لازم اقول واكد على ان النادي الاهلي مش بيسيب حقه ولا حيسيب حقه وده العادي بس مش بيسيب حقه ازاي بيسلك كل القنوات القانونية المشروعة وفقا لصحيح القانون واللوايح وبعد دراسة مستفيدة من الادارة القانونية مع رئيس النادي ومجلس الادارة احنا مش بتوع صوت عالي ونقعد نزعق ونكتب على تويتر ونكتب على سوشال ميديا ولا بتوع مواقف شخصية تعلمنا ان مصلحة النادي الاهلي هي الاساس مصلحة النادي الاهلي ندافع عنها باللوايح والقنوات القانونية الاهلي هيفضل على مبادئه مش بيسيب حقه انا ما يهمنيش مين حيلعبني ومين خايف ومين انسحب اللي يهمني اني بمثل النادي الاهلي وبمثل مصر في مباراة السوبر في بلد شقيق وغالي كلنا بنحب الامراض بتواجد افضل شكل زي ما كل الدنيا تعودت دايما من خلال النادي الاهلي عشان كده اخيرا جمهور النادي الاهلي ما بينساش عارف مين بيكلم مع النادي الاهلي او فحق النادي الاهلي ومين بيكلم في ضده على الرغم انه النادي الاهلي بيمتلك ادلة وامور كثيرة جدا زي ما وردت حضرتك انا لما بجاء اطلع اتكلم بكلم باللوايح والقوانين وبمنتهى الادب والاخلاق اشتركوا في القناة